ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر في فيديو جديد فيديو النوردة يا شباب هتكلم فيه عن انواع المايقات بس قبل ما نخش في الفيديو تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نخش على الفيديو طبعا اول ما بتفكر ان انت تعمل قناة على اليوتيوب اي حاجة الحاجة الوحيدة اللي بتخطر في بالك المايك ايه هو المايك المناسب ليك ومناسب طبعا للفلوس اللي معك وتقدر ان انت تشتريه ده اول سؤال بيخطر على بالك وانا عارف اكيد فطبعا النهاردة انا هجاوبك على السؤال ده واقول لك بعض انواع المايكات اللي بيستخدمها صنع المحتوى وهقول لك منهم افضل المايكات كمان اللي تقدر ان انت تشتريها بسعر رخيص وتقدر ان انت تستفيد منك بس طبعا طبعا عايز الفيديو ده يتشار الشباب عشان يستفيد منه الناس كتير وبالمناسبة الفيديو ده هيكون في سلسلة فيديوهات تانية غير سلسلة ازاي بيعمل الفيديوهات اليوتيوب لان طبعا سلسلة الفيديوهات ديت هيكون اسمها معدات اليوتيوب والسلسلة ديت هيكون له احدها خاصة وهينزل منها الفيديوهات يوم الخميس ان شاء الله كل خميسة انزل منها فيديو انما بالنسبة لازاي بعمل فيديوهات اليوتيوب فالسلسلة ديت هينزل منها فيديو كل يوم سابت تمام كده خلونا بقى ايه نعرف اول حاجة المايكات اول حاجة بالنسبة للمايكات فمنهم نوعين طبعا المايكات يا مش في منهم نوعين بس في منهم انواع كتيرة جدا لو قعدنا نتكلم فيها من هنا للصبح مش هنخلص بس انا جايب لك اكتر نوعين مايقات باستخدامها صناع المحتوى على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عموما يعني فانا جايب لك نوعين من اشهر انواع مايقات اللي الناس بتستخدم في منهم مايك سيلك والمايك ده اللي انا باستخدمه حاليا المايك السيلك طبعا يا شباب مميزاته انه هو سهل الاستخدام غير كده تقدر ان انت تستخدمه في اي مكان وتتحرك بكل سهولة ومايك خفيف في نفس الوقت بس طبعا من ضمن عيوب ان انت لازم تشبكه في الملابس زي ما عامل بالشكل ده كده عشان يقدر يلقط الصوت واضح لانه طبعا ما يفعش يسجل من عن بعد بس المايك ده طبعا تقدر تسجل بفي اي مكان لو انت بتصور في الشارع او في اي حتة تقدر تصور من خلاله وفي منه طبعا انواع كتير في منه كزا نوع وكزا مايك وهنتكلم عنهم بالتفصيل النوع التاني بقى شباب وهو المايكات الكندنسر المايكات الكندنسر ديت اللي هي زي المايك ده كده يا شباب طبعا المايك ده اسمه ستة وستين هنتكلم عنه كمان شوية طبعا المايك الكندنسر ده بيبقى مسببت على حامل بالشكل ده كده زي ما نوازكو كده المفروض بيكون في مكان ايه دي كده وطبعا المايك ده بيقول صوت من عن بعد يعني ممكن اسجل وانا قاعد في بينه وبينه مسافة تمام كده يا شباب وفي منه طبعا انواع كتير جدا فالمايك الكندنسر من ضمن مميزاته ان هو بيسجل من عن بعد لكن طبعا من ضمن عيوبه ان هو لازم تعديل الصوت وطبعا في مانكات منها بتكون صعبة في الاستخدام فخلونا نبدأ اول حاجة بالمايكات السلكية ونعرف انواحها لو انت طبعا يعني معاك فلوس في العشرين جنيه كده تقدر اول حاجة تشتريها يا الهند فري والهند فري المايك بتاعها بيديك صوت احترم طبعا وصوت كويس مسموع لكن طبعا مش اعلى درجة صوت انت ممكن تتوقعها ده بالنسبة لو انت في الرنج عشرين جنيه انما بقى لو هتخش في رنج تاني رنج مسلا من عشرين لخمسين جنيه كده او اربعين جنيه ففي مايك تاني المايك ده شباب اه واحد ونص ميلي طبعا المايك ده ما هيزلكم في الصورة دلوقتي والمايك ده تلاقي موجود كمان على سوق دوت كوم تقدر ان انت تشتريه وسعره تقريبا حوالي خمسة واربعين جنيه طبعا يا شباب واحنا كنا بنتكلم في الرنج الاربعين جنيه انما بقى لو انت هتخش في رنج مسلا خمسين ستين جنيه ففي مايك تاني والمايك ده شباب مايك تلاتة ونص ميلي هيزلكم في الصورة دلوقتي المايك ده موجود على سوق دوت كوم بسعر حوالي ستين جنيه تقدر ان انت تستخدمه المايكين دول يا شباب مش هاديوك الصوت اللي انت مفكر فيه يعني مش هديك نفسه جوضة الصوت اللي ما اسجل بيه حاليا انما بقى لو انت هتخش في يعني عايز مايك احترافي اكتر والمايك ده يكون سعره برضو رخيص فهتخش طبعا من رنج ستين جنيه لحد رنج المية خمسين او رنج الميتين جنيه وتشتري مايكروفون بيا بي واي ام وان واللي هزلك في الصورة واللي انه حاليا بسجل منه طبعا يا شباب مايكروفون بيا يعني مش عايز اقول لك ان ده اكتر مايك احترافي سعره رخيص تقدر ان انت تشتري مايك احترافي حرفين وعرفك يا شباب انا بسجل منه الصوت من غير اي تعديلات يعني انا ما بعدلش عن الصوت خالص بسجل يعني ده الصوت المايك الاصل اللي انتو سمعينه حاليا انما بقى لو انت عايز حاجة احترافية اكتر وطبعا سعرها اغلى شوية ففي مايك اسمه مايك بويا اللاسلكي والمايك ده بستخدم عن بعد لو انت بتصار فيديوهات في الشارع وطبعا المايك زاهل لك دلوقتي. المايك ده عبارة عن اه تلات اجهزة رسيبر طبعا فيه جهاز بيكون موصل فوق الكاميرا والجهاز ده بتوصله بالكاميرا والجهازين التانيين بتدل كل شخص من الناس اللي هتتكلم جهاز بيكون مشبوك في مايك صغير زي ده كده وبتشبوكه في الملابس بتاعتك. وبيلقوا تصوت من الرسيبرين دول يبعتهم للرسيبر اللي على الكاميرا عن طريق لا سلكي. طبعا التلات اجهزة بيكون متوصلين ببعض. تمام كده? ده بالنسبة للمايك والمايك ده بتاعه بيبدأ من من الف وخمسمون جنيه حد الفين جنيه ده بيكون سعر المايك. طيب كده شباب احنا خلصنا المايكات اللي هي السلكية اللي هي الخفيفة وتقدر تحركها في اي حطة وتصور بها في كل مكان. طبعا فيه مايكات تانية كتير سلكية انا ما اتكلمتش عنها. وفيه مايكات بيكون مثبتة فوق الكاميرا او الموبايل برضو ما اتكلمتش عنه. فدول طبعا يعني المايكات الشهيرة اللي فيه ناس كتير بتستخدم. خلونا نخش بقى على النوع التاني. المايكات الكندنسر. بالنسبة لمايكات الكندنسر واللي انا قلت لك زي المايك ده كده. المايك ده ارخص مايك طبعا واصغرهم هو المايك ده شباب. والمايك ده اسمه كندنسر مايكروفون اس اف ستمية ستة وستين. والمايك ده طبعا سعره ويعتبر ارخص مايك كندنسر تقدر ان انت تشتريه. سعره بيبدأ من مية وعشرين جنيه حد مية وخمسين جنيه. تمام? لكن طبعا مش بيديك الصوت الاحترافي. ومشكلة ده كمان ان انت ما ينفعش تعتمد على صوته الاساسي. لازم تعمل منتاج للصوت وتعدل وتفلتر الصوت. عشان يديك صوت احترافي طبعا. بالنسبة بقى لو انت هتخش من الرنج مية وخمسين متين جنيه لحد. الرنج المايكروفون اللي انصحك به هنا بي ام تمنمية واللي هزهار لك دلوقتي. بي ام تمنمية ده اكتر مايك يعني عايز اقول لك احترافي بس يعني مش اللي هو اوي. بس المايك ده في كتير بيستخدموه. والمايك ده يعني المايك ده احترافي بشكل بسيط. معنى الكلمة كده هم بيجمع لك ان يكون المايك احترافي بس شكل بسيط وسعر ورخيص. المايك ده هتلاقي كل يومين بسعر مرة الاف ستمية مرة بخمسمية المهم ان هو سعره ما بيعديش التمنمية جنيه. والمايك ده طبعا بيحتاج ان انت تعدل الصوت بتاعه عامل زيه زي الاف ستمية ستة وستين بالزبط من حيث التسجيل. بس طبعا المايك اللي هو البي ام تمنمية ده ينصح ان انت لو هتستخدمه لازم تجيب له كارت الصوت واللي هو بيكون شبه الفلاشة لان طبعا كارت الصوت ده هو اللي بيدي له صوت كويس. فانت طبعا لازم تستخدم الكارت الصوت ده ما نفعش تستخدمه تلقائي بالكمبيوتر لانه ممكن يحرق الكارت الصوت بتاع الخاص بالكمبيوتر. تمام كده? طبعا احنا اتكلمنا في الخمسمية جنيه. لو انت عاي تخش بقى من الخمسمية للرنج التمنمية تسعمية جنيه. ففي ميكرافون معانا هنا اسمه يا نامي. والماكرافون ده شباب طبعا لسه نازل جديد. ما فيش ناس كتير استخدمته. لكن في ناس بتقول انه صوته برضو كويس. وتقدر ان انت تستخدمه. والماك ده سعره عامل تسعمية جنيه على السوق دوت كوم. طيب كده التسعمية جنيه خلص لو انت هتخش بقى من اول التسعمية جنيه لحد طبعا الالفين جنيه فمعانا ماك اسمه سي وان يو. ده ماك برضو لسه نازل جديد وسعره بيبدأ من الف وخمسمية جنيه لالفين جنيه وتقدر ان انت تستخدمه طبعا كماك للتسجيل او التعليق الصوت. لو عايز بقى ماك مضمون ومعظم اليوتيوبرز المشاهير بيستخدموه. وتقريبا يعني معظم بل تقريبا كل اللي بيستخدموه. واللي اعتبر صنف كافضل مايك كوندنسر حرفية. وهو مايك البلو يتي. وده طبعا الرنج بتاعه بيبدأ من الفين وخمسمية جنيه حد اربعة تلاف جنيه. واللي سعره ممتاز جدا زائد كمان بيديك جودة صوت احترافية جدا. وطبعا المايك ده من ضمن عيوب ان ما بيجيش معاه طبعا ولا بوف فلتر ولا اي حاجة من الكلام ده كله. والمايك مكتبي. طبعا من ضمن والمايك ده كمان بيكون وزنه تقيل جدا بس طبعا انت بتشتري له استاند وتقدر ان انت تثبته عليه. والمايك ده يعني مش عايز اقول لكم ان جودة الصوت في الاحترافية حرفيا. وطبعا المايك بيشتغل عن طريق وصلة يو اس بي بيكون في آآ جاية اساسية في المايك اساسا يعني المايك ما بيشتغلش بوصلة اوديو. بيشتغل يو اس بي. اما بقى بالنسبة للمايك الاخير ده اعتبر اكتر مايك غالي فيهم واكسرهم احترافية. وطبعا اكسرهم صعوبة واللي بيستخدموه مهندسين الصوت. والمايك ده سعره اربع تلاف جنيه فيما فوق بقى طبعا. والمايك ده اسمه رود. مايك رود ده يعتبر افضل مايك حرفيا. لكن من ضمن عيوبه صعب الاستخدام. سعره غالي جدا. وطبعا بيستخدموه مهندسين الصوت. لانه طبعا المايك ده بيستخدم في تسجيل الاغاني والمهرجانات. وكمان بيستخدم في تسجيله القرآن. وكمان بيستخدم في التعليق الصوتي. يعني لو فيه ناس بيتعمل فيديوهات تعليق صوت فالمايك ده يعتبر احترافة حرفية. بس طبعا صعب في الاستخدام مش اي حد يقدر اشتريهم ومبيشتغلش على اي اجهزة. ولازم كارت صوت خاص به عشان ان انت تشتريه. يعني انت لو جيت تحسب ان المايك ده تشتريه وتشتريه كارت صوت هيعمل له تقريبا حوالي تمنت تلاف جنيه عشان تشتريه. طب كده يا شباب احنا وصلنا لنهاية الفيديو وقررنا يعني شوفنا انواع المايكات واسعارها. انا بقى في النهاية اقول لكم رأيي في المايكات وهي افضل نوعين انا ممكن اشتريهم. وان انت ممكن تشتريهم كصنع محتوى. لو انت لسه مبتدى على اليوتيوب فان انصحك بالبيا بي واي ام وان مفيش مثيل طبعا. المايك سعره طبعا حوالي مية وخمسين متين جنيه. بس طبعا ملحوظة. البوية يا جماعة. مايكات بوية كلها بتكون في منها نسخ كوبي. فانت لازم تاخد حزرك. ولو عايز تعرف ازاي تعرف المايك الاصلي من التالية. بالنسبة لمايكات بوية عموما هتلاقي فيديو ازالك فوق في البطاقة. الفيديو ده مهم جدا لازم تشوفه وتركز به عشان تعرف نوع المايك. سواء كان اصلي ولا كوبي. وتعرف تعبعا تحل المشكلة لو اندحك عليك واشتريط المايك الكوبي. ده بالنسبة لمايك انما بالنسبة لمايكات الكوندنسر افضل مايك انا شايفه حرفيا ان انا ممكن اشتريه كيوتيوبر بس طبعا الفلوس مش مساعداني لكن ان شاء الله المايك ده اللي ممكن اشتريه ان شاء الله بازن الله وهو مايكروفون بلو يوتي وده افضل مايك حرفية. من ضمن مميزاته طبعا انه سهل الاستخدام بس للاسف ما بيستخدمش الا على الكمبيوتر فقط او اللابتوب لانه بيتوصل عن طريق يو اس بي. انما بالنسبة لمايكروفون بيا فده افضل مايك تقدر تستخدمه في الكاميرات في الموبايل في الكمبيوتر في اللابتوب في اي حاجة ده معك وتقدر ان انت تشغلك. افضل مايكين حرفيا يعني انا شايف من وجهة نظر ان دول افضل مايكين تقدر ان انت تشتريهم كصانع محتوى بس طبعا في فرق في الساعة. والاتنين بيدوا جودة صوت عالية جدا. طبعا شباب كده بما اننا وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله قبل ما اقفل الفيديو يا شباب في الفيديو هعمله مقارنة بين المايكروفون الكندنسر دوت وطبعا بين البوية. عشان طبعا المايكين دول يعتبر ارخص مايكين واشهر مايكين الناس بيتكلم عنهم وبتعمل بينهم مقارنات. انا هعمل عنهم مقارنة ان شاء الله يا شباب في الفيديو جاي ان شاء الله. وهنشوف فرق الصوت ونفضل انهي مايك الافضل. طب كده يا شباب نكونوا صنع نهاية الفيديو اتمنى كل فيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم المشاهدة. كمعكم محمد جابر. السلام عليكم.